بيور الكناري معروفة بشعبيتها الكبيرة وواسعة النطاق في جميع أنحاء العالم اليوم معنا بطل الأبطال في التغريد وهو كناري التنبرادو سنرى القصة الكاملة كيف ظهر هذا الطائر ومميزاته الخاصة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بالجميع مرحبا بكم كاملين تمنى تكونوا في ساحة جيدة أنتم والآهل لكم والطيور لكم إن الله وملايكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كلما ندخلوا في الموضوع هو كالعادة الشكر الجزيل لكم كاملين من كل قلبي على التفاعل لكم مع الفيديوهات على الإعجاب واللايكات وعلى مشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء وعلى التعاليق الجميلة شكرا لكم جميعا كالعادة لما تشاركشي خللنا الشراك لك يعجبك هذا المستوى ما تخسروا له خللنا الشراك إذا كنت تشوفنا في فيسبوك خللنا واحد متابعة نبدأ القصة من أولها وصول طائل كناري البري إلى شبه الجزيرة في نهاية القرن الرابع عشر تميز أول كناري محلي بتغريدة ولهذا السبب يعتقد أن اختيار العينات للتربية سيركز على هذه الصفات يعني سيتم التركيز على صفة التغريد ومع مرور السنين تم اختيار طيور الكناري الأكثر ملائمة للغناء تم تطوير نوع من الطيور يسمى كناري البلاد وهو قريب على الكناري البلدي الذي نسميه في الدول العربية كان هذا النوع مهدد بالانقراض والظروف كانت ملائمة لهذا ومن هذه العوامل الحرب العالمية الأولى والثانية وإدخال طيور الكناري المفتد إلى إسبانيا وظهور الكناري الرولر والحرب الأهلية الإسبانية مما أدى من تخلي العديد من المربين عن تربية الطيور عقد مجموعة من المربين العزم على استعادة السلالة القديمة وتم إنشاء أول قانون غناء وفي سنة 1954 قامت جمعية مربي الكناري الإسبان بتسمية هذا النوع من الكناري باسم تيمبرادو إسبانيول في سنة 1962 عندما تم الاعتراف أخيرا بسلالة التيمبرادو الإسباني وكان ذلك في بطولة العالم العاشرة وهنا وجب إضافات معلومة مهمة فكناري تيمبرادو يمكن أن يكون بأي لون أو شكل ولكن لا يمكن أن يكون ذو ريش مفتول أو ريش أحمر ففي هذه الحالة حتى لو كان تغريده تغريد تيمبرادو وخالي من الأخطاء فهو غير مؤهل في البطولات ويتم إقصائه يعني شكل هذا الطائر لا يهم لا طوله ولا حجمه ولا شكله إذا اتفقنا على هذه النقاط سنمر إلى أنواع كناري تيمبرادو ويتتمثل في ثلاث أنواع عند أول نوع وهو كناري يكون تغريده متواصل أو continue بالفرنسي يكون تغريده غير متواصل ومتقطع هذا الثالث نوع ويكون فيه نوتات فلوريوس هذا اسم النوطة وغيرها وسنرى بعض النوطات من تغريد كل واحدة منها كما ترون هذا هو طائر تيمبرادو أصلي وهذه النوطات التي يعزفها كل واحدة فوقها اسمها وفي البطولات كل نوع من هذه الأنواع الثلاث يجب أن يتقن نوطات معينة على حسب نوعه وعلى هذا يتم احتساب النقاط المحصل عليها اسم الكناري تيمبرادو هو مستوحات من كلمة تيمبري يعني جرس وضروري في تغريد هذا الطائر صوت الأجرس ومن ضمن النوطات وأسمائها هناك تيمبريس ميتاليكوس أجرس معدنية وأجرس متوسفة وجرس عميق لهذا سمي بالتيمبرادو وما ترونه الآن هي ورقة التنقيد وعلى ماذا يأخذ النقاط في البطولات وكما قلت يأخذ النقاط على حسب تغريده الصحيح لكل نوطة كما ترون هناك النوطات وفي المقابل يضع الحكام النقطة المحصل عليها كانت هذه قصة الكناري ديمبرادو الإسباني تعلمنا المواصفات الأصلية سأترك لكم في الأخير مقطع التغريد مع أسماء النوطات ولكن بدون صوتي لمن يهمه الأمر وكالعادة إخواني اشترك في القناة لايك وإعجاب الفيديو ومشاركته مع الأصدقاء تعليق جميل وانتمنى نشوفكم في صحة جيدة في فيديو قادم إن شاء الله إخواني السلام عليكم وأترككم مع المقطع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة